ولا تُحِيقُ به الأقلامُ والمُدَدُ ما بعد حمدِ الله إني أشهدُ أن لا إله مُستحِقًّا يُعبَدُ إلا الإله الفردُ الصمد من جلَّ عن زوجٍ وندٍّ وولد ثم الصلاةُ والسلامُ ما حكت حمائمٌ حمائمًا إذا بكت على خير مُرسلٍ وآله وصحبه وتابعي من واله يَرَبِّ صَلِّ على النبي مُحَمَّدًا مَغَرَّدَتْ فِي الْأَيْكِ سَاجِعَةُ الرُّبَى يَرَبِّ صَلِّ على النبي وآله مَأَمَّةِ الذُّوَّارُ مَسْجِدَ يَثْرِبًا يَرَبِّ صَلِّ على النبي وصحبه مَا قَالَ ذُو كَرَمٍ لِضَيْفٍ مَرْحَبًا صَلُّوا عَلَى مَنْ تَدْخُلُونَ بِهَدِيهِ دارَ الكَرَامَةِ تَبْلُغُونَ الْمَطْلَبَ صَلَّى عليه ذُو الْجَلَالِ عَلَيْهِمَا لَبَّى مُلَبٍ أَوْ تَهَلَّلَ مُحْرِمُوا وَعَلَى قَرَابَتِهِ الْمُقَرَّرِ فَضُلِهِمْ وَعَلَى صَحَابَتِهِ الَّذِينَ هُمُوا شادُوا بَنَو زانُوا هَدَو ضاءُوا حَمَو فهم على الست الجهات الأنجُمي وعلى التابعين لهم بإحسانٍ فهم نقلوا لما حفِظوهم منهم عنهم أما بعد عباد الله في السنة الثامنة من الهجر النبوي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الحارث ابن عميل بكتابٍ إلى ملك الرُّم أو إلى بُصرى فاعترضه شرحبيل ابن عمير الغساني فقدمه فقتله ولم يُقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولًا غيره فعظُم الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فجهَّز جيشًا بقيادة زيد ابن حارثة رضي الله عنه وكان عدد هذا الجيش ثلاثة آلاف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدٌ على الجيش فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة وتكلم ابن كثير في البداية والنهاية عن فضل هؤلاء الثلاثة فزيدٌ رضي الله عنه هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع أهله طفلًا صغيرًا وكانت والدته قد ذهبت إلى أهلها فأغارد عليهم خيل من بلغين فأخذوا زيدًا رضي الله عنه رقيقًا وباعوه فاشتراه حكيم ابن حزام لخديجة رضي الله عنها ثم أهدده للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبًا شديدًا حتى إن أهله لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره رسول الله بأن يذهب مع أهله أو أن يبقى معه فاختار أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له زيدٌ ابن محمد وأنزر الله عز وجل فيه قرآن يُتلى إلى يوم القيامة أدعوهم إلى آبائهم وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر الله عز وجل اسمه في القرآن قال تعالى فلما قضى زيدٌ منها وطرًا زوجناكها وكان يحبه صلى الله عليه وسلم فجعله قائدًا على الجيش وكان في الجيش جعفر ابن عمه رضي الله عنهم أما جعفر فهو جعفر ابن عبد المطلب أخٌ لعلي رضي الله عنه وهو أكبر من علي بعشر سنين وهاجر الهجر الأولى إلى الحبشة وكان خطيبًا للمسلمين وقد أبلأ بلاءً حسنًا وله مواقف مشهودة رضي الله عنه وكان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله لجعفر رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي وهاجر إلى المدينة بعد فتح خيبر فلما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري بأيهما أفرح أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر وأما عبد الله ابن رواحة فهو من الأنصار من الخزرج وكان رجلًا برًا تقيًا وكان رجلًا عابدًا فقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحر شديد فقالوا ما منا رجل صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش متجهًا إلى الشام بقيادة زيد رضي الله عنه ولما جاء الناس يودع هؤلاء القادة وهذا الجيش وكان عبد الله ابن رواحة رجلًا شاعرًا فبكى رضي الله عنه فقالوا ما يُبكيك قال والله ليس حبُّ الدنيا ولا صبابةٌ بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر النار وتلى قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردُها كان على ربك حتماً مقضيًا قال فما الصدور بعد الورد فقالوا اذهبوا صحبتكم السلامة وردَّكم الله سالمين غانمين فقال عبد الله ابن رواحة لكني أسأل الرحمن مغفرةً وضربةً ذات فرقٍ تغذف الزبد أو ضربةٍ بيد حرَّان مجهزةً بحربةٍ تنفذ الأحشاء والكبد حتى إذا مرُّوا حتى قالوا إذا مرُّوا على جدثي أرشد الله من غازٍ وقد رشد ثم ودَّع النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا بأبياتٍ من الشعر قال فَثَبَّتَ اللَّهُ مَا آتَاكَ مِنْ حُسْنٍ تَثْبِيتَ مُوسَى وَنَصْرًا كَالَّذِي نُصِرُهُ إِنِّي أَرَى فِيكَ الْخَيْرَى وَإِنِّي وَيَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي ثَابِتُ الْبَصَرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ ثَبَّتَكَ اللَّهُ فَخَرَجَ الصَّحَابَ رُضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فلما وصلوا إلى تُخُوم البلغاء وهي أرض بالشام نزلوا عند قرية يقال لها معان ونزل هرقل في قرية يقال لها مآب وكان عدد الجيش الذي مع هرقل مئة ألف مقاتل وسانده من القبائل العربية من قبيلتي لخم وجزام وغيرهما من الغبائل مئة ألف مقاتل وقال ابن كثير في البداية والنهاية وأقل ما قيل في جيشهم مئة وخمسون ألفاً ده أقل عدد ذكر في السيرة يعني مئة وخمسين ألف على ثلاثة ألف فقط فمكث الصحابة رضوان الله عليهم يتشاورون فقالوا نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد العدو فيشير علينا فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إننا لا نقاتل بكسرة ولا قوة وَلَكِنَّنَا نُقَاتِلُوا بِهَذَا الدِّينِ فَإِنَّا نُقَاتِلُوا بِهَذَا الدِّينِ أُدِي رسالة للمسلمين المسلمين عشان انتصروا لابد يتمسَّكوا بيديننا الحق نحن قوم أعزَّنا الله بهذا الدين فإن ابتغينا العزة في غيره أذلَّنا الله ما ممكن الواحد يكون خجلان من دينه وما قادر إدافع عن دينه اللي هو دين الإسلام الدين الحق إن الدين عند الله الإسلام والحُجَج موجودة بفضل الله عز وجل في الكتاب والسنة عشان كده نحن لو دارين ننتصر زي ما الصحابة انتصروا على هذه الجموع يجب أن نرجع إلى ديننا حتى ننتصر إن تنصروا الله ينصركم ويثبِّت أقدامكم فقال الصحابة رضوان الله عليهم لعبد الله بن رواحة خير ما قلت وبدأ القتال ثلاثة ألف على ميتين ألف وأقل ما قيل مئة وخمسين وكانت الراية مع زيد ابن حارثة رضي الله عنه وقاتل قتالا شديدا وأبلى بلاءا حسنا حتى قتل رضي الله عنه ثم حمل الراية جعفر ابن عبد المطلب رضي الله عنه وكان الرجلا شجاعا لا يهاب الموت فدخل في الجيش بفرس أشقر وقاتل قتالا شديدا وحمل الراية بيمينه حتى قطعت ثم حملها بشماله حتى قطعت ثم مسكها بعضضيه حتى قتل رضي الله عنه وقال في ذلك أبياتا من الشعر يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها الروم روم قد دنى عذابها كافرة بعيدة أنسابها وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما رأينا جسد جعفا رضي الله عنه وجدنا به تسعين طعنة كلها من أمامه وذا يدل على الشجاع ما في ضربة بأي ورا كلها بأي قدام تسعين طعنة ثم حمل الراية عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه فترددت نفسه قليلا فقال أقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرن ما لأراك تكرهين الجنة ثم قال يا نفس إلا تقتلي تموتي وهذا حمام الموتق الصليتي إن تفعل فعلهما هديتي يقصد صاحبيه رضي الله عنهما وأخذ الراية وأيضا أبلى بلاء حسنا حتى أستشهد رضي الله عنه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر وقال حمل الراية زيد فاستشهد ثم حملها جعفر ابن أبي طالب فاستشهد ثم حملها عبد الله ابن رواحة فاستشهد وعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان ثم قال وحمل الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه أو فتح الله على يديه فحمل الراية خالد ابن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالجيش إلى موتى وكان رجلا محنكا قويا وكان رجلا فطنا زكيا فجعل ميمنة الجيش على الميسرة وجعل ميسرة الجيش على الميمنة وجعل الصفوف الأمامية إلى الوراء يعني قلب الجيش كله فلما رأى العدو ذلك ظنوا أن الصحابة رضي الله عنهم قد جاءهم مدد فخافوا فقتلهم فقتلهم الصحابة شدوا كتلة وصح أو في صحيح البخاري أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه قال دُقَّت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ولم تصمد إلا صفيحة يمانية قال يوم مؤتة اتكسرت في يدي تسعة سيوف سيوف كلها ضريب في العدو ولم تصمد إلا صفيحة يمانية يا أخواننا ذي دروس وذي عبر نحن مفترض نستفيد منها أول حاجة تضحية الصحابة من أجل هذا الدين ثلاثة ألف قاتلوا مئة وخمسين ألف أقل ما قيل في ناس قالوا مئتين ألف في ناس قالوا في السيار مئتين وخمسين ألف قاتلوهم وهزموهم وجينا الليلة ناس في زمننا يصبوا الصحابة رضي الله عنهم بعد الدين الحملوا ليه ندى عشان كده أي زول يضعا في الصحابة دزول مجرم ولو بأذنى كلمة لأن البضعا في الصحابة بضعا في الدين لأن الدين نغل الصحابة والبضعا في الصحابة بضعا في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أوحد ذهبا ما بلق مد صحابي ولا نصيفه يعني لو جبت زي جبل أحضر ذهب وأنفقت وجه صحابي أنفق مد أو نصف مد أفضل من نفقتك لأن الصحابة نصروا الدين أنصروا النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على البلاء وخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون مرضات الله عز وجل خرجوا صدقا مع الله عز وجل وصدقا مع رسول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون عشان كده ما تكبل زول إضعى لك في الصحابة لأنهم ديال الغدوات ديال المفترض نحن نقتدي به ونحن لو اقتدانا بالصحابة ما حانا نتهزم أرجع لي كل الغزوات أرجع لي كل المواغف بتلقى إن الصحابة كانوا شجعان وكانوا كل وانتصروا على الكثرة لأن الكفار جبنى بخافوا لكن المسلمين لأنهم عندهم يقين وعندهم توحيد ما بخاف فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال ليهم إن التي تهابون للتي تطلبون الشهادة قال ليهم إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة لأن المسلم يا إما انتصر في الدنيا ورفع راية الإسلام ده خير ويا إما استشهد في سبيل الله عز وجل ربنا حيدخل الجنة عشان كده ما بخاف أبدا ما بخاف قال ليهم إما نصر وإما شهادة عشان كده الناس ترجع لدينا وتتمسك بيدينا وتتوكل على الله عز وجل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم اشتركوا في القناة